احنا في الفيديو ده بعد ما شفنا ازاي الاريز بعرقفها او ازاي باستخدمها اكسس الالمنز اللي فيها هنشوف استخدم تاني لها ازاي استخدم الاري ازا فانكشن ايه فانكشن ارجمنت عشان نفهم القصة دي نشوف السي ازاي بمكن يقبل الاري ازا فانكشن ارجمنت تعالوا نبص على البروتو تايب بتاع فانكشن ايه توت ماليش عزروني السيمي كولون دي المفروض تبقى ايه كوما يعني انت نبص لها ارجمنت هنا الاولاني ده معنى معنى ايه ان الارجمنت الاولاني الري ازا الريف انتجرز حجمها قد ايه مش فارق معي ولسي ما يفرقش معاه لان انت هنا بتبصيله مكان اول ايه اول ممبر معايا فانت ابتكروا كده الديفنشن بتاع الاري هي هو بوينتر لبلوك في ميموري فانا محتاج لو اديتك عنوان اول مكان اعرف حجم ايه قد ايه فالارجمنت الاولاني هو ايه بداية الري دي فين الارجمنت التاني حجم البلوك اللي الري ده بتشاور عليه قد ايه فاحنا هنا في ما جينا نندهى الفانكشن دي عرفنا الري اسمها numbers of max وده ممكن نتغير في الكمبايل ايه في الكمبايل تايم عادي عن طريق ان انا غير ليه الهاشدفاين ما جينا نندهى انا دهنا توتل اديناها اسم الاري اللي هو عنوانها بداية البلوك بتاعها فين ان هو عنوان اول ايه فيها والبلوك ده بيخلص بعد كام ايه او البلوك ده في كام ايه من ايه من الانتغرز الفانكشن متعرفة ازاي بناخد نفس السيجنيتشن اللي فوق وبنقيت ريت على الايه على الاري element by element وزوده على ايه على صم وفي الاخر برجع الصم اللي هو التوتل بتاع الايه بتاع الاري دي طيب لو عايزك تفانكشن بدل ما بتاكسس وان دي اري بتاكسس تو دي اري ازاي ممكن اعملها تعالوا نشوف ازاي توتل اللي كتبت قبل كده هقدر استخدمها عشان استخدم تو دي ايه الريس نفتكر ان تو دي اري هي عبارة عن اري وفي اريس معنى كده ان انا اقدر اجمع ايه رو بايرو كاملين فالكوت ده عملته ازاي ان انا بقيت ريت المرة دي بدل ما بقيت ريت على ال number of elements اللي جوه الري هنبص الى الري وفي اريس فحايت ريت على عدد الايه الريس وتوتل من جواها هيت ريت على ال elements اللي جوه الري اللي انا ايه بسطة والطريقة دي اقدر اجمع ايه ال two dimensional اري معلش عزروني هنا برضو في ايه في علامة بلاس هنا ايه نقصة طيب توتل ما ينفعش تتنده بالمنظر ده ان انا اديها بداية البلوك وايه حصل ضرب الايه البعضين عايزكم تفكروا في القصة دي ايه ايه شوية معايا ببساطة ليه ما ينفعش انده كده لان من ال definition او ال declaration بتاعها ان ال argument اللي بيتاخد هو array of integers لكن اللي مباصي كلمة grades بس دي معناها ان انا مباصي two dimensional array ده معناها ان انا مباصي ايه بدل من مباصي array of integers انا مباصي array of arrays of integers عشان كده ده ايه ما ينفعش تعالوا مع بعض ناخد ايه بسيط هو عايز نعد لل function total عشان تجمع الرئيس دي اللي مكتوبة بالقصة دي طيب في ناس ممكن ديه تعالوا نعمل حاجة زي كده انت روز عشده انت كود تفتكروا definition ده هينفع ولا ايه ولا لأ تعالوا نحاول نفهم اول parameter معناه ايه اول parameter معناه array of arrays طيب الarrays دي هي عبارة عن ايه هي integers حجمها دي معرفش عشان كده باستخدام نفس المنطق ده الدنيا ما تنفعش في حالة الone dimensional array كان بينفع لانها كانت array of integers طيب تعالوا لو حطينا حاجة بالمنظر ده كده نحاول نقرأ اول definition ال definition ده معناه ايه انها array of arrays of seven a integers معناه كده ان انا عرفت ال array دي نوع الحاجة اللي انا نبصيها جواها ايه ايه very well defined compared to definition الايه الاول ايه فالطريقة اللي ممكن اكتب بيها function تاخد بيها two dimensional array ان انا لازم اعرف البعد الايه البعد التاني البعد الاولاني مش فارق معايا لانه ايه ده ممكن يبقى ايه variable انا هنا امباصي عن array of arrays of seven a integers لما ده ما كانش موجود انا ما كنتش عارف ال array of arrays of a عشان كده ال syntax ده ايه ما ينفعش how it can be used ايه بنفس الطريقة او رجعنا الـ function بتاع total دي او عايز اكتب الـ body بتاعها هيكتب بقى ازاي وقرب بس ان انا بدل ما بقى access before loop واحدة هتوبقى ايه عن طريق اتنين indices i معلش i وجه الاندكس الاولاني i equal zero i اقل من روز i plus plus هنا هتبقى for j equal zero جي اقل من الايه من الـ dimension التاني على الايه على الـ هنا ده وهنا ايه كولوم ايه كولوم ايه كولوم ايه وكده نبقى خلصنا الايه الكزء الهواء ايه pulsing arrays as an ايه as function arrays وكام اخ 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 اخ